ينطب الكوفة وندار الأمور وعادة الطبع الغدر أهل الغدر وقف مسلم حاير يدير الفكير والبلد ما جار يرحم جار يفكر بحالة وحدة ومحنتة وغربة يمدار طوعة جابت طلعته على الباب لما نشافتين بيّن علي هيبتة وعتبار نادي تجنك ابن أصله عراب قاعد تكشنه وش عندك طلب قلها ريدا ماي جابت لو شرابوا قلب من العطش تلهب نار قالت الماي شربت يا نفيل قاعد تكماه صحيح بها المحل قلها آن بها البلد ما عند أهل هلو يا مبعد هلي يا جار لون شتين على قوم ومن هلي من المدينة موطن وحاشم هلي من وانت هاشم هلي أنا مسلم وابن أخو حذر علي لذلت الكفار من فقار قلها أنا مسلم وصاحت يا هلأ هلب جيتك يا ابن أخو عقد الولأ البيت طب يا راعي العزو العلأ البيت لك يا حي هلب خطار دخل مسلم لجن ما يقدر يهيد يفكر بحالة بليم الوحيد البايع ما يدر شاري هم يزيد وخاف ضعنت غرب من دياره دخل إلى دار طوع قضى تلك الليل قائما قاعدا راكعا ساجدا قدمت له طعام شراب كانت في ضيافة بخدمتها لكن كلما نظرت إليه مستيقظ مولانا مسلم ابن عقيل شلون حالة بذيت شل ليلة تسأله مولاي ما أشوفك تنام والله مسلم ظل يلوج الليل كل على حسين وهل دمع يهل كل سايا عاوت جطوع تقل يا أيام ساهر لي عاش يا ابن شبايا يا أيام يا يا العاية أدنى يا أيام قالها عمامي عمامي فراقهم زيد ونيني بعد وش لايام ترضى تنام عاني أهل كوف الصبح لما تجيني ويال وكتماك وجازيت شبه لي يا 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 حسين يا 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 أجركم الله قضى تلك الليل قائما قاعدا راكعا ساجدا لكن وصل الخبر إلى داري وإلى قصر الإمارة من خلال ابن هذه المرأة ذهب مسرعا البشارة البشارة ما الخبر قال أمي تجير الأعداء أي أعداء ما تقول قال مسلم بن عقيل في دارنا أمر اللعين فتحشدت الجموع والجنود إلى دار طوعا أحاطوا بالدار فجاء الطوعا مناديا يا مسلم لقد أحاط بك القوم الله أكبر قال ناوليني سيفي ودرعي قال تنهض لفاكل جيش يا خيد يردوني أولونك يا صندير أنا ريدك مراجي لعمك يتعين يقل لها يا طاعة ديشة أجعيني والله وابعا يا أمي حياة دار دي ذاكريني أنا ما زايا للصاب صامي بيميني ابعونا الليلة ريد جمعي ليجيني أجركم الله وبالسوادي الليل ونطر الصباح ولن منك الجانبي عل الصياح إجا الطاعة تصيح حي على الفلاح شد يا مسلم جدتك الغدارة قلها يا طاعة دخلت اشتد بعد وانا صارم قل هو الله أحد اللي يقرب السيفي قرب من الوعد اليوم سوق الموت ذي الأسعارة اليوم أحيب وقفتي حمزة هلي وارد ذكر هنست حيدر علي وانت يا طاعة دصيحوها الهلي أولا يهمجها الجمع مكثار أخذ يضرب فيهم يمينا وشمالا يزعق في وجوه الرجال كأنه علي الكرار حتى طالبوا بالمدد والعون أكثر من مرة أجركم الله يا أهل الإيمان هذا وهو يقاتل في دار طوعة ثم بدأ يقاتل خارج الدار لما خرج من الدار سلمت عليه طوعة قائلة سيدي مسلم لعلي لا أراك ضرة أخرى فإذا رأيت الحسين أبلغ عني السلام وقل له هذه خادمتكم طوعة بلغ عني السلام مولاي اذكرني عند الحسين وإذا بالجواب قلها يا طاعة اليام ما تحصى السلام قصيت شانب هالبلد مرة ويتام قل لي لهم مسلم يبلغكم سلام واجرج على الله والنبي ايه سيد الكان صاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي في ايش بدي وانا حر مضعي ايه فا وما قدر أحمي سيدي لو يتركونك كان فيت قلبي وداوي ان شان اسلمت من قيدهم سلم على غزي ايواء سيداء ايواء مسلماء قيل انهم حفروا حفير وبدأوا يفرون بين يديه وقد غطوا تلك الحفيرة يبدو الوقت المعركة استمر كثيرا بحيث انهم استطاعوا ان يحفروا تلك الحفيرة بينما هو يكر عليهم واذا به قد سقط في تلك الحفيرة ايواء سيداء ايواء مسلماء فاوثقوه واخذوه الى القاصر بعد ان اعطوه الامان اجركم الله دخل به الى القاصر فلما دخل واذا به يبكي الله اكبر يبكي مولانا مسلم قالوا لان الذي يطلق مثل الذي تطلب لا يبكي اذا نزل به ما نزل بك قال والله ما لنفسي بكي انا ابكي لأهل المقبلين ابكي حسين وآل الحسين اجركم الله ثم امر به ان يضرب عنقه فصعدوا به الى اعلى القايا ياصر قال امهلوني وصلي ركعتين صلى الركعتين ثم اتجه باتجاه يا بي عبد الله قائلنا السلام عليك يا ابن رسول الله احسين لا مني وصليك الخبار بالسفر عيد النظر يا ابو علي او لا تجيبوا ياك زينب بالسفر مولاي ترى شي ترمي بنار شي ترمي بحجار داروا علي الكفر من كل كتر اجركم الله يا اهل الايمان في يوم الجمعة يوم امامنا لك العزى سيدي يا بقية الله انت المعزى بعمك بمولانا مسلم بن عقيل اجركم الله واذا باللعين شاهرا سيفا مادا باعا وضرب مولانا مسلما رحم الله من نادى ايوه سيدة ايوه مسلمة ايوه غريبة ايوه مظلومة اولي المقدة يارقض وشاعة اخبار ولرموه القوم من قصر الامار ايوهان انشت البعث وخل الدار بقد دار خلية وما بعد واحد يصله اما مولاتنا طوع بقيت تنتظر الى ان يجي الخبر ويا من يجي الخبر ذاك اليوم وقد تغيرت احوال الكوف لما دخلها ركب الحسين دخلوها السبايا وضعوهم في تلك الخرب في ذلك المكان يقول خرجت مولاتنا طوع راحت وصلت وقفت عند تلك الخرب مولاتنا زينب قالت ما اريد وحدة تدخل علي قالت لا انا تسمح لزينب ادخل ضخلت تلح الى ان ادخلوها منو هذه كانو الحوراء تقول قالت هاي منيا هاي منيا خل تدخل علي هاي منيا شدت عود لي طبات سلمت قعدة حزينة ويقل لها يا حر انت يمني قالت يا مكبر زيتي انا ضيفت مسلم ببيتي انا ضيفت مسلم ببيتي عاد بنات الرسالة اخوات مسلم وبنات وكذا والنساء اخذني سئلا هاي تسأل عن احوالي شنو صار علي يحدثين حي مو حي ها بل كتطلع الخبر مو صحيح واذا بابنته حميد اجت طوع احشيلي شنو اللي صار شفتي ابوي احشيلي اخبار قالت احشيلي حال احشيلي حال طوع يا عم احشيلي حال والله من طاح يا اهل تدنال قالت تلها بنيتي ابوك استجهد ودفن دفن وين قبره خليني اروح ازور قالت اتعاي وياي انا اخذت قالت انظري الى الحبال بيدي ما اقدر اروح ازور ابوي تقول قدرين انت نيابة عني تروحين ازورين وتقل لي لهاي الوصية ترى احنا اجيانا وجبنا شي ويانا يكسر قلبك اشي قل قالت زوري وقولي جد حميده يا النساوي اقعدت لقاهم يا مسلم يا ضي حظر قلبك للصرخة خطار جوليك ومعهم راس الاحسين خطار جوليك ومعهم راس الاحسين إن كنت تحزن للذكار قتيلي فاحزن لذكرى مسلم ابن عقيل إلهي بحق باب الحوائج مسلم ابن عقيل عجل لوليك الفرج اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين